كنت حابب بستكلم على نقطة انبارح أكيد مصرين كتير شافوا النواب وأعتقد أنه جلسة انبارح من أكثر الجلسات اللي ممكن نسبة المشاهدة فيها في الشارع المصر أنا شخصيا كنت باكب العربية وبسمع الخطابات الخاصة بالنواب من خلال الراديو وكنت حقيقي فعلا يعني سعيد جدا بمستوى الخطاب نفسه خطاب عربي جدا قومي خطاب فين حياز للأرض شفنا لأول مرة عالم فلسطين موجود تحت قبة البرلمان ده بيضع على النائب مسؤوليات كبيرة جدا فكرة الإحساس بالبعد العربي والقومي اللي هو في بعض الأحيان بعض المشاككين بيقولوا أنه كان بعد مفتقد بعض الشيء في السياسة الخاصة البرلمانية في مصر شايف ده إزاي بيرجع مرة تانية الإحساس القومي والعربي وإزاي ده يمكن استثماره بشكل يخدم القضية من خلال تواصل مع البرلمانات الدولية منظمات المؤسسات اللي ممكن يكون لها تأثير كبير رقم واحد إحنا لازم نعرف أن البرلمان المصري الوحيد في الوطن العربي اللي عنده لجنة اسمها لجنة الشؤون العربية شؤون العربية صحيح في هذا الأمر أن نحمل بداخلنا مشاعر الانتماء للعروبة بشكل كبير ومن ثم تم تسمية هذه اللجنة منذ عقود طويلة وتهتم بالشأن العربي فقط ليس أكثر فالنائب طبعا في دائرته ما هو إلا أنه يجسد مشاعر مصريين يعني لسيات تكسيماته مبارح ده يمكن واحد على ألف مما نسمعه نحن في الشارع في الدائرة التي نحن نمثلها في البرلمان ومن هنا كان صدق الحديث كان صدق الحوار فهو أنت تتكلم عن مجزارة حقيقية بتدم على الأرض بتتكلم على أطفال بتشرد وتقطع بتتكلم على أم بتفقد ابنها وطفل بيرجع البيت ما يليش أمه حقيقة مشاهد دمية جدا خلت الناس كلها بتتكلم بحررة شديدة وبتتكلم بمصداقية عالية لأن كل الناس عايزة تقول أن إحنا عايزة تمثل على أقل دائرتها يعني إنسانتك لما تبقى ماشي في الشوارع وماشي الناس بتجيبك أنت عملت إيه؟ أنت هتعمل إيه؟ ما بيكلمكش النهاردة المصري أبدا على الأكل غيلي ولا الأكل من رخص ولا نسينا كلام دي خلاص إحنا عندنا قضية حقيقية أشقاءنا في فلسطين لازم نوفق جنبهم الدفاع عن الطراب المصري لابد الموقف المشرف طبعا للرئيس عبد فتاح السيسر حقيقة وكلامه الواضح الذي فيه ليس فيه موراء ولا تأويل الحقيقة شرفنا إحنا رفع رأس المصريين كلهم في الشاكف ده بقينا نشعر أن الدولة الحقيقة واضحة وقاطعة في مشاكل كبيرة لا فرق معه الحقيقة بقى ولا إسرائيل ولا أمريكا ولا الغرب ولا أي حاجة أقول لن قضيتك قضية حق يعني برضو ده إحنا حتى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسر عندما كان يتحدث للمستشار الألماني بيقول إيه؟ بيقول إن فيه جندي مقاتل بيتكلم مش رئيس دولة له قدرات ويعلمها ويبحث عن السلام هذه الرسالة كانت وصلنا كلنا إن إحنا متطمنين عندنا جيش قوي وعندنا رئيس ما بيضيعش حقنا الحقيقة بيكلم بمصدقية وبشرف فده الرسالة دي وصلت لتشعب مصر بيقول أنا يمكن أحتاج الناس تنزل الناس نزلت بقى لها يومين تلاتة في الشوارع وهتفضل تنزل كل يوم على فكرة لحين حل قضية وعلى فكرة أنا بتكلم بشكل واضح المصريين عندهم من استعاد يروح لحد القدس عادي جدا لدي لش مشكلة قصة تأكد تأكد من المصريين كلهم من أسوان إلى الأسكندرية ومن الغرب من السلوم عندهم استعداد الآن وليس غدا يذهبوا حتى القدس عادي جدا ما عندناش مشكلة خالص ولمدفو ده أضايا محترم 105 مليون مصري 105 مليون مصري عايشين في اكتئاب وضغط نفسي وعايشين في كابوس ضاغط عليهم جدا المشاهد أصابينا بالزوع بيهدد أمنهم بشكل مباشر احنا بتكلم على الحدود المصرية في الشك ما فيش أصلا احنا الحدود المصرية احنا متأكدين ان ما فيش حد يقدر يمسها ولا يقرب لها ما عندناش شك في ده عندنا جيش عنده استاذ يضحب عمره كله عشان ده وعندنا شعب كمان حيبقى قابل الجيش صحيح المشاهد بتقول الناس في مصر شعب عظيم شعب واعي شعب وطني شعب مقلص شعب ان لما تيه تمسه انت خلاص بيتحول لا واقع تراهن على الشعب المصري على مر العصور ما يتراهنش أبدا على حماسة الشعب المصري إيمانه بأرضه تمسكه بكل شبر في أرضه دي ما يتراهنش عليها لا فيش حك بقول لستك نسينا كل مشاكلنا الداخلية نسينا كل حاجة منفكر فقط في هذه القضية وكيف هلقوا العزة للمحاصرين المجوعين إزاي نوصلهم الأكل والشرب والأدوية هذه هي بقى قضية الشعب المصري الآن